بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله يعني هو الفضل يرجع لربنا ويرجع لحضرتك بجد يعني أنا بشكركم كتير لأن يمكن أنت حياته روح كانت عيشة ميتة أنا فعلا كنت عيش ميت ما كنتش بناء أدم ما كانش عندي أحسيس ما كانش عندي مشاعر ما كانش عندي أي حاجة من الحاجات ديت يمكن ربنا لما عملني يعني عملني برحمته ومش بعضله يعني فأنا لما ربنا عملني برحمته حسيت أن بقيت بناء أدم تاني أنا قدت بتاع ستين يوم في بور فؤاد الحمد لله في مركز العزيمة في مركز العزيمة في بور فؤاد الحمد لله هناك الحياة جميلة بجد فيه روح للحياة هناك كانوا كل يوم كنا بنحضر جربات كل يوم كنا بنحضر فترة التأمل رجعوا لي الأحاسيس تاني والمشاعر خلوني بناء أدم يعني من نعمة ربنا علي اللي أنا بس بقد دلوقتي بيتعج بحس بنعمة ربنا علي ممكن الأول أيام إدمان الناشطة أنا كنت ممكن بصحى من النوم بقول يا ضرب ما بقولش يا رب ولو كنت حطيت ربنا في يومي كنت بحطه في السلبي أنا النهاردة الحمد لله يمكن أنا تاريخ ميلادي اتولدت يوم واحد واحد 2022 اليوم اللي دخلت فيه المركز اليوم اللي اتخرجت منه من المركز اه اتخرجت منه يعني أنا مش عايز أفتكر اللي فات تاني أنا بقيت بجد حد نظيف حد محترم الحمد لله يا رب العالمين أنا بحمد ربنا وبشكر فضله والشكر يرجعلكو أن انتوا قفتوا جنبي وساعدتوني يعني وعدتوني وفتوا بوعدوكو ودي نعمة جمرة من عند ربنا يمكن أكيد في حاجة حلوة ربنا شايلهالي أنا مش عارف عنها حاجة بس أنا أسيت في حياتي يعني يمكن أنا تعبت في حياتي كتير فقطت اتنين من إخواتي أبوي أمي ماتوا من الزعل علي بالسبب اللي أنا فيه كل ده أنا ما كنتش بن آدم ما كنتش عايش ما كنتش حايش بالحوالية ما كنتش فاضي أن أنا فكر في حد بس لما لقيت نفسي خلاص أنا بقى كانت رجلة هتطقتها يمكن جات لي مشكلة في الرئتين وفي القلب كنت عايش ميت بجد ما كنتش مصدق أن أنا يعني فعلا بجد يعني يمكن الشكل اللي أنتوا عملتوا معايا دوت ويحي الأزام وهي رميم أنا كنت فجد الأمل من حياة 32 سنة ما دخلتش دونيا ما عشت الشبابي حسيت اللي أنا خلاص بنتهي أن أنا بموت لحد ما ربنا رزقني بحضراتكم والفضل برضو يرجع لربنا ويرجع لأستاذ علي القط هو اللي وصلني بحضراتكم وانتوا كملتوا معايا المشوار ويرجع للناس بتوع مركز العزيم أو السيدة الوزيرة الناس دي اتعملوا من ميت حتى خلوا يتولد من جديد